اشتركوا في القناة وبالتعاون مع المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وذلك تحت رعاية كريمة من قبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية جاءت الزيارة ضمن إطار حرص اللجنة المنظمة للإطمئنان على آخر التجهيزات في الصالة لاحتضان منافسات البطولة على مدار أسبوع كامل والظهور بصورة المثالية وتسعى اللجنة المنظمة لبحث الترتيبات مبكرا وتأكد من الجهزية التامة نحو تحقيق استضافة ناجحة على كل المقاييس خصوصا أن البطولة في نسختها الرابعة تقام للمرة الأولى في القارة الأسيوية وفي بلد عربي بعد ثلاث نسخ أقيمت بمدينة لاس فيغاس الأمريكية ولله الحمد اتفاقنا على جميع النغاط وجميع الاحتياجات الخاصة بالبطولة وتم مضحها وكان هناك استعداد وكان هناك صراحة تعاون كبير من الأخ المهندس خارط الحاج يعني استكمال جميع النواقص لاستقبال هذا الحدث الكبير لحد الآن المسجلين رسميا في الاتحاد الدولي هما 38 دولة ولكن نحن جاري العمل مع ثمان دول أيضا إلى إضافة ثمان دول ولو طلعنا بست وصلنا حوالي 44 أو 45 دولة وما رح يقنون إن شاء الله عن هذا العدد العدد اجمالي اللاعبين والمدربين والإداريين تعديننا 300 مشارك في هذه البطولة وهذا حقيقة ما أتى من فراغ وما أتى من توجيهات من دعم من مواصلة متابعة حقيقة اللي نتلاقها من سيدي اسمو الشيخ خالد الرئيس الفخر للاتحاد وحرص الشديد لزيارة العدد ومشاركة أكبر عدد من الدول على مستوى العالم هذا حدث أول مرة يكون على مستوى الشرق الأوسط والبحرين إن شاء الله راح تكون قادرة على استطافة هذا الحدث وشباب البحرين قادرين على إن شاء الله إنجاز ما هو يعني يشرف مملكة البحرين لله الحمد إحنا مستعدين وعدينا يعني لاعبين في معظم الأوزان الموجودة في الاتحاد الدولي وأيضا راح نفاجأ الجمهور البحريني إن شاء الله ببعض اللاعبين الجدد وممكن مشاركة العنصر نسائي أيضا في هذه البطولة ترجمة نانسي قنقر